وصفة شرحات للدجاج الستيك مع الفطر بالكرامة وصفة كتير طيبة بتتقدم بعزينكم بمناسباتكم بتحطوها بالسخنات طعم الصلصة هاي دي كتير مميز فيها العسل مع المستر ده وضفنا للكرامة الحامضة وكرامة الطبخ بيعطيها نكهة وطعم كتير مميز انا ما كان عندي فطر طازة حطيت الله فطر معلب مع الاعشاب الايطالية ولا اطيب من هيك بتقدموها مع سباكتة انا عملت الله سباكتة مع زيت زيتون وتوم ورشة بهارات ايطالية فيكن تقدموها مع رز ابيض كوجبة غدا رئيسية للعيلة او بجمعاتكم ومناسباتكم وكان عندي طيوف على الغدا فكنت عاملي كمان لسويت انسور انا سبق وشاركت بهيد الطريقة طبعا ببهاراتي وصلت لسويت انسور الجاهزة من عندي وهيدا الرز الصيني المبهر وجات صلطة خضرة بتقدموهم بجمعاتكم ومناسباتكم ولا اطيب من هيك اكلات كتير طيبة ومميزة بنكهتها وبالتقديم رح نجهز صدورة الجاج قطعتهم بحجم الاصبع لا بدون يكون كتير رقاء ولا كتير سماك منرش عليهم ملح انا عندي هون شي كيلو ونص من الجاج حطيت عليهم معلق طعام مليانة من ابهارات الجاج من مجموعة ابهاراتي معلق صغير فلفل اسود معلق طعام ونص من النشا ودعكتهم كلهم سوا وخليتهم عجنب بهيدا الوقت حنحضر الصلصة عندي علبة كرامة حامضة لسور كرام علبة كاملة رح نضيف علي علبتان من كرامة طبخ اي نوع كرامة معتمدة عندك ورح نضيف عليهم معلقة اكل ونص من صلصة المستردة العادية ورح نضيف عليهم تقريبا معلقتان لثلاث معالق طعام من صلصة المستردة بالعسل ومعلقتان طعام من الورشستر سوس هاي دي الصلصات كتير طيبة ورح نضيف من ربع كوب لتلت كوب من اي صلصة ستيك معتمدة عندك ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة طعام ملح ومعلقة طعام من العسل وبعد ما حطيت كل مكونات الصلصة بخفقهم كتير كويس ومنتأكد انه ما فيها كتل ابدا منخليها عنا عجنب ومنبدأ نجهز المقلاية منحط عندي ربع قالب زبدة خليت الزبدة صار عندي لونة بني ادحت ضفت عليها للجاج ونار عالية منظلنا نشوح تشويح مستمر لشرحات للجاج ليتحمروا عندي من كل الميلات وتنشف ميتهم بعد ما وصلوا للدرجة المطلوبة منشيلهم ومنحطهم بصحن على جنب هيدا الدرجة المطلوبة لاستي والجاج رح نضيف كمان معلقة طعام من الزبدة مع غصنان زعترتايم غصنان من الروزماري وكم ورقة الميرامية الايطالية شوحت الاعشاب مع الزبدة ضفت عليهم معلقة طعام توم مهروس وقلبت شوي التوم بعدين منضيف حبة بصلي حجمه وسط مفرومي مربعات صغيرة مع رشة ملح منقلب البصل والتوم عندي لا يدبلوا بعد ما دبل عندي البصل والتوم حطيت على البيتان فطر غسلتهم وصفيتهم وقلبتهم شي 3-4 دقايق ما كان عندي فطر طازة ما بيأسر بعد ما قلبت الفطر ونشفت ميتهم رجعت عليهم شرحات لتجاج اللي انا طبختهم وحمرتهم مع الصلصة اللي ترسبت بالصحن ومنقلبهم 3-4 دقايق بعدين رح نضيف عليهم الصلصة بهيدا الطريقة مننزل كل كمية الصلصة ومنقلبها بس تبلش الصلصة تسخن عنها رح نضيف عليها كوبين من الماء السخنة على الصلصة ومنقلب كلهم سوا ومنخفف النار ومنخليهم يتسبكوا بس تسبكت عندي الصلصة عندي معلق الطعام من الجرافي سوس البودر قلبتها مع شوية مي سخنة لدابت عندي كتير كويس وضفتها على الصلصة الفطر مع الدجاج مع الكريمة بهيدا الطريقة هيدا صلصة الكريمة الحامضة والمستردة والعسل حطيت على لون الجرافي سوس وقلبتهم خليتهم هيك يتسبكوا 3-4 دقايق وصارت عندي الطبخة جاهزة لا تخلوها خفيفة ولا تخلوها تقيلة قوامة بدوا يكون بهيدا الطريقة ممتاز عشان ناخد من الصلصة ونسكب اذا كان في رز ابيض او اذا كان في لسباكتة بعد ما تسبكت عندي 3-4 دقايق طفيت تحتها فيكنوا تحطوا العشاب على وش الصنية بالتقديم شلوها لما تسكبوا انا اخر شي حطيتهم من فوق عشان بس زين فيهم بس منشيل الاعشاب لسباكتة زيت زيتون وتوم مهروس شوحتهم حطيت لسباكتة زي ما هي وضفت عليها المي المغلية وحطيت عليهم معلقة صغيرة من الفلفل اسود ومعلقة صغيرة من البهارات الايطالية من مجموعة بهارات وقلبتهم بس تسبكت وتشربت المي انا ما كترت مي فيها شلتها هيك بتظلم فلفلة وحطيتها بصحن التقديم على الوش رشة تبهارات ايطالية وقدمتها مع شرحات للجاج والستيك مع الفطر والكريمة الحامضة والعسل وصلصة المستردة وصلصة الورشستر سوس من قطيب الوصفات والطعم الكريمة جدا مميز فيها وفيك تقدميها بسخناتكم بالبوفيهات بالعزايم بالجمعات فيكن تقدموها كوجبة غدى رئيسية كتير طيبة مع رز او سباكتة احنا منحبها اكتر مع السباكتة وكمان كان فيه رز الصيني اللي احنا عاملينه جربوها طيبة كتير وعلينا وعليكم بالعافية حبيب